أنا هنا أشهدكم جميعاً أيها الزملاء في مختلف القنوات أشهدكم جميعاً أنني إذا رأيت ما يضفي أي تشبهة على العملية الانتخابية فسأعلن انسحابي سأعلن انسحابي قبل إيداع الملفات إذا حدث ما رأيت وحتى بعد إيداع الملف رغم أن القانون لا يسمح لمترشح بأن يغادر بأن ينسحب بعد إيداع لكنني أشهدكم أنني سأخرق القانون ومستعد أن أدخل السجن إذا رأيت ما يشوب هذه العملية الانتخابية إذن لماذا نحن الجزائريين نحكم على الأمور قبل بدئها